بص بقى صديقي احنا معنا واقع النهاردة لحرام محترف وفي البداية كده اللي يتعرف على الحرام ده هيبقالهم كفأة مالية كبيرة وانسيب لحضراتكم ايضا في الفيديو ده انسيب لحضراتكم الصور بتاعته او الصور اللي قدرنا ان احنا نوضحها على قدر الامكان وممكن حضرتك تقدر تتعرف عليه بكل سهولة الواقعة العربية اللي بترجع قدام حضراتكم ديت اهي دي عربية شركة وده مندوب المبيعات اللي راكب العربية وكان سايب في الكابينة بتاعتها مبلغ مالي كبير عادي زي ما بيقف او بيحمل او بينزل البضاعة اللي معاه لكن الغريب في الامر اللي انت هتشوفه دلوقت ان هو وده وجهة نظري الشخصية مؤمن على السيارة دي من بدري اهو ظهر اهو اللي جاي راكب العجلة قدام حضراتكم ده هيعد دلوقت وهيرجع ان هو بعد عشر ثواني ويوقف العجلة بتاعته امام السيارة الزرق اللي بينه قدام حضراتكم على يمين ديت ويعدي الشارع على رجله مفيش ثلاث ثواني لما يأمن عليهم ويعرف ان هم فتحوا الباب الخلف للسيارة واتلبخوا في البضاعة اللي في السيارة هيبدأ ان هو في ثلاث ثواني ياخد الشنطة اللي فيها الفلوس في الكابينة وينصرف على طول مباشر تابع معنا كده اهو راجع بالعجلة بتاعته على طول في ثواني ركن العجلة في الجانب اليمينة هوت هاعدي الشارع دلوقت تابع معنا كده وده اللي مخليني بقول لحضراتكم ان هو متابع السيارة دي من بدري او ان هو مأمن على العربية دي من بدري وعارف ان هي فيها مبلغ مالي كبير واسب لنا رأيك في الكومنتات زي ما حضراتكم شايفين كده ان هو بص امن خلاص الباب اللي ورد فتح وان هما مشغولين او ان السواء دخل جوه السندوق اصلا بدأ ان هو هياخد الشنطة اللي فيها الفلوس ويعد الشارع وياخد العجلة بتاعته ومش هيرد من اي شارع هيطلع على طول في الشارع اللي فيشه شارع جانبي اهو زي ما حضراتكم شايفين هنعرض عليكم دلوقتي اوضح صور قدرنا ان احنا نحصل عليها الواقع دي حصلت في محافظة قفر الشيخ وتحديدا في مركز ومدينة قفر الشيخ يريت اي حد يقدر ان هو يشير في جروبات كبيرة في قفر الشيخ او يقدر اي حد ان هو يتعرف عليه او بيسمع الفيديو ده من محافظة قفر الشيخ يقدر ان هو يستعيد المبلغ المالي كبير ويحصل على المكافأة المالية بتاعته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر